وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا غادي له وأقر وأذع وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريكنا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه وبعد بإذن الله جل وعلا فلا زلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة ولا زلنا في المحور الطيب المبارك والذي هو تحت عنوان فرسان النهار وإني أسأل الله جل وعلا أن ننتفع بهذه السلسلة الطيبة المباركة حتى يظهر الأثر بإذن الله جل وعلا علينا وعلى أولادنا وفي أهلينا وفي كل ما نعرفه من الموحدين بإذن الله رب العالمين واستثمارا للوقت فإني لن أدعى مكان المقدمة على الإطلاق ولن أدعى مدخلا للدخول أيضا لبطلين عظيمين أترجم لهما الليلة بإذنه جل وعلا إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات أنا لي أن أتعايش معكم بإذن رب البريات في هذه التراجم الطيبة المباركة أبدأ بأعظم بطل نعم أبدأ بأعظم بطل بعد الخلفاء الراشدين وبعد عمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع ورحم الله الجميع أتحدث في سيرة لفارس مجاهد إمام سلطان رباني رحمه الله جل وعلا يقول عنه بن الأثير رحمه الله رحمة واسعة ما رأيت أحدا بعد الخلفاء الراشدين أي أفضل سيرة بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز منه ولا في عدله هذا الإمام السلطان البطل الشاب المجاهد المناضل الصوام القوام والذي كان له ورد بليل هذا الرجل تحدثوا عنه كثيرا في أنه أفضل من ركب الفرس حتى أن من نظر إليه ظن أنه لا يتحرك على ظهرها كان أقوى الناس قلبا وبدنا هكذا قالوا عنه في التراجم كان أقوى الناس قلبا وبدنا وحينما أقول كان أقوى الناس قلبا أي أنه كان لا يهاب أحدا أبدا من المخلوقين وإذا ما ضارت المعركة في ساحة الوغع انطلق ما غاب صغيرا ولا كبيرا ولا عظيما ولا حقيرا ولا حاكما ولا محكوما ولا كثرة ولا قلة تراه يتدفق كما يتدفق الموج دون أن يخشى أحدا أبدا حتى أنك إذا نظرت إليه في ساحة القتال ظننت أن الرجل لا قلب له ينطلق على العدى على أعداء الله جل وعلا يضرب يمنة ويسره ولا يبالي ولا يهمه سواء أتته الطعنات عن يمينه أو عن شماله من أمامه من خلفه أو من سائر الاتجاهات لا يهمه إتيان الطعنات من سائر الاتجاهات كان على ثقة بالله جل وعلا ورغم أنه كان سلطانا أكررها ورغم أنه كان سلطانا يمتلك البلاد والعباد والأغطار والأمصار كأمر كأمر وليس كذات رغم ذلك ما كان يمتلك شيئا وكان يأكل من قوت يده ومن كسب يده فكان يصنع بيده ويبيع ذلك ويأكل منه الله أكبر إنني أتحدث عن عملاق شاب حكب الأمة الإسلامية قالوا عنه إجماعا كان صواما كان قواما كان له ورد بالليل وكان عنده ورع وكان يخشى الله جل وعلا وكان على مذهب الأحناف وكان يخشى الله ويبكي كثيرا خوفا من الله جل وعلا هذا الشاب الذي ميز في عجله وقوته وسلطانه بعد الخلف الأربع وبعد عمر بن عبد العزيز قالوا عنه أيضا إن الرجل كان زاهدا في كل شيء ذكروا في ترجمته أن رجلا قاضاه أن رجلا أي من الرعاع من العوام قاضاه عند القاضي فأرسل حاجبه إلى القاضي ألا تميز بيني وبينه فلم يميز القاضي بينهما وأجلسهما وثبت أن الرجل كاذب وأنه يدعي ملك ليس له وبعد الحكم لهذا السلطان الشاب قال أشهدكم أني قد جعلت ملكي لهذا الرجل وتنازلت عنه إنه بطل إمام سلطان استوى عنده الذهب بالتراب فما نظر إلى الذهب ولا إلى الفضة ولا إلى الدراه ولا إلى الدنانير ولا إلى العقارات ولا إلى القصور ولا إلى الدور ولكنه نظر إلى ما عند الله جل وعلا كان منكسر متواضع كان منكسر متواضع حتى ضربوا به المثل في الأدب والورع والزهد والانكسار والتواضع هذا الإمام السلطان ولد في سنة 11 فوق الخمسمائة أتدرون عمن أتحدث أتحدث عن صاحب الفضل بعد الله جل وعلا في استرداد القدس في فتحها ليس صلاح أبدا بل هو شيخه وأستاذه ومعلمه وصاحب الفضل عليه أتحدث عن رجل كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كثيرا أتحدث عن شاب أحب الجهاد في سبيل الله حتى أنه دخل في قتال مع الأعاجم والفرنجة في أكثر من ستين معركة واسترد ستة وخمسين حصنا من الفرنجة والأعاج بل قالوا عنه إنه استطاع أن يقهر الفرنجة الصليبيين وأن يقهر الأعاجم وأن يسترد نيفا وخمسين حصنا منهم هذا البطل المغوار الصوام القوام حقد عليه الأعادم حقدوا عليه حقدا دفينة فاتفقوا عليه للقضاء عليه عند تل حارم هذا التل يسمى بتل حارم اجتمعوا من كل فج وصور وكانت الدفعة الأولى لملاقات زادت على ثلاثين ألفا أكرر زادت على ثلاثين ألفا والعدد معهم اكتمل إلى العشرة آلاف جاءوا بعدتهم وعتادهم وحدهم وحديدهم وإمكانياتهم وفاجأوا أما هو فيملك العدد القليل والعدة القليلة والحدة القليلة والحديد القليل أنظروا وقف على تل حارم مع جنوده ألم أقل لكم إن قلبه كان أشجع القلوب ولا يتزلزل من أي عدد أنظروا إليه لما رأى الجموع والكثرة ما كان منه إلا أن نزل أسفل التل وحده دون أن يراه أحد ومرغ جبينه في التراب ومرغ وجهه في التراب وبكى ثم قال اللهم إن الجند جندك وإن الدين دينك ومن محمود عن نفسه في البين فاللهم أرنا كرمك اليوم أرنا كرمك ما تتفضل به علينا ثم مرغ وجهه وانكسر لله ثم ثعد إلى جنوده وقال أيها الأبطال وعلى الله فليتوكل المؤمنون ثم تقدم أمامهم ولم يدع مكانا لأحد في المقدمة وانطلق بسيف وبرمح يطعن في هؤلاء حتى نال مناكبهم وأتفهم وهم من خلفه اشتد الرعب بصدور الفرنجة ولذلك سلموا أنفسهم للقتل والذبح فقتل منهم عجدا ضخما قال أصحاب التراجم وقل من نجا وقل من نجا حتى أنه من نظر إلى الأرض ظن أن الفرنجة قتلوا جميعا ولم ينج أحد الله أكبر عقيدة عظيمة وثبات ما بعده ثبات وإيمان بالله مع حسن الظن واعلموا أن حسن الظن لا بد له من حسن العمل لو أحسن الظن لأحسن العمل فقد أحسن الظن وأحسن العمل ولذلك نصره الله جل وعلا هذا الإمام هذا البطل هذا الشاب هذا السلطان هذا البارز هذا العملاق انظروا إليه بعدها يأتي الفرنجة إليه من طريق آخر ويسيطرون على مدينة دمياط أي دمياط في مصر سيطروا عليها ودخلوها بالآلاف المؤلفة حزن حزنا شديدة قال ابن كثير قال الذهبي رحمه الله قال صاحب الشذرات قال الجميع أنه صام عشرين يوما متوالية ما أفطر في غادي الأيام إلا على الماء على الماء متضرعا لله جل وعلا ما أكل لقماء ولا أكل تمره ولكن كان يأخذ الماء حتى ذبل جسده وضعف ووهم ولكن كانت له مهابة عظيمة بحيث من نظر إلى وجهه ما استطاع أن يتكلم من مهابته فغابوا أن يحدثوه وبعد العشرين يوما صلى الليل وقامه وإمام مسجده يحيى صلى ونام فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه يحيى هذا وقال له أقرئ السلطان مني السلام وقل له أبشر فإن الفرنجة خرجوا عن دميات خلاص انسحبوا وخافوا فقال كيف أقولها له وأنا أخشاه وأغاب فلما صل الفجر قال إني أريدك فأخذه في جانب وجلس معه لكن المهابة أحجمت وجعلت اللسان لا يتكلم فنظر إليه كما قال ابن كثير وكما قال الذهبي وغيرهم وقال تحدث يا يحيى قال أيها السلطان قال إما أن تحدثني وإما أن أحدثك قال كيف قال إنك قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لك كذا وكذا حتى أنك قلت له ربما ما صدقني يا رسول الله فقال لك قل له بعلامة تل حارم قال صدقت والله هذا الذي رأيت ثم قال وما تل حارم فحكى له عن ذلك ونصره الله جل وعلا إنني أتحدث عن الشهيد الذي قال فيه الإمام الذهبي رحمه الله أنه تمنى شاد حتى أنه كان يقول والله عردت نفسي للشغادة كثيرة قال الذهبي رحمه الله ورغم ذلك نالها على فراشه وسماه الجميع بالشهيد بمعنى أن ألسنة الخلق أقلام الحق فهو شهيد بإذن الله جل وعلا أتحدث عن السلطان نور الدين الشهيد زنكي رحمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا كي تحالك أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم حياك الله وبرك فيه وبركاته الله السعادة في الدنيا والآخرة آمين ولكم بمثل وأعظم 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 إن شاء الله وأسأل الله أن يرزقنا بأنسال هؤلاء كي يرد لنا عزتنا ونصرنا ومزدنا من تديل أسأل الله ذلك أسأل الله ذلك فهؤلاء نصر الله عز وجل فنصرهم الله حقيقة فلقد قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم وثبت أقدامكم نعم فأسأل الله أن يحشرنا معهم في الأسرى مع سيد النبيين وإمام الدعاء محمد صلى الله عليه وسلم أنا كنت قد سألتك سؤالا من حلقتين تقريبا وأرجعت الإجابة لكن لم أسمع الإجابة عليه بالظروف طرأت على رأسي فهل تسمح لي أن أقول لك السؤال مرة أخرى نعم تفضلي كان السؤال متضمنا للآية التي هي في سورة الأحقاف التي قالها الله عز وجل حكاية على لسان الجن قالوا يا قمنا إن سمين كتابا أنزل من بعد موسى أجبت على السؤال هذا أجبت أجبت البارح أعتقد أو قبل البارح لما قلت بالذات خص الكتاب الذي أنزل على موسى ولم يأتي بالكتاب الذي أنزل على عيسى لأن الكتاب الذي أنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم إنما هو الإنجيل وكان عبارة عن حكم ومواعظ وكان تتمة للتوراة أما التوراة التي أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم فهي كتاب تشريع يشبه القرآن تماما بتمام في أحكامه ونصوصه إلا أن القرآن ناسخ لسائر الكتب ولذلك فإن هذا ورق ابن نوفل لما أراد أن يبشر خديجته كما في الحديث الصحيحي وأراد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك هو الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى ولم يقل أنزل على عيس وهذا هو عين كلام ابن كثير رحمه الله في التفسير وهو عين كلام الأئمة إجماعا في تلك المسألة حفظكم الله أنتقلوا بإذن الله إلى إمام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته رمضان كريم أهلا وسهلا الله يحفظكم وبرك فيه شيخ الفاضل أدعو الله أن يذلك من رفقها النبي عليه الصلاة والسلام أسأل الله ذلك صلى الله عليه وسلم شيخ الفاضل ادعو لي سأني أمر بظروف صعبة لا يعلمها إلا الله ولن يفرجها إلا الله ولأن بداواتك الله يفرج علي كربتي أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربك وأن يزيل همك وأن يكشف ما بك أسأله جل وعلا أن يرضيك وأن يعطيك وأن يصرف عنك السوء أسأله جل وعلا أن يبدلك طمأنينة وراحة وأن يجعلك بإذن الله من الثابتات إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحبك في الله يا شيخ أحبك الذي يحتني من أجل أودت أن أقبل رأسك ويديك ورجليك بالعكس يترابكم على رأسي أوصيك وفيه يا شيخ تفضل يا حبيبي أنا عندي عملية حق مجهري بكرة إن شاء الله أرجو منك أن تدعو لي أن ربنا سبحانه وتعالى يكرمني ويعطيني أسأله جل وعلا أسأله جل وعلا أن لا يصفر وجهي بعدم القبول أسأله جل وعلا أن يتقبل أسأله جل وعلا أن يعطيك وأن يمكن لك وأن يرزقك الذرية الصالحة أسأله جل وعلا أن لا يخيب ظنك أسأله جل وعلا أن يرضيك آمين آمين أقول بإذن الله جل وعلا ولازلت مع هذا السلطان الشاب القوي الفتي وأحب أن أقول إن له مشاريع ثلاثة كان له في حياته مشاريع ثلاثة يا جماعة احفظوا معايا التأصل له أهو في الترجمة المشاريع الثلاثة كانت كالتالي المشروع الأول أن يقضي على الفرنجة في بلاد المسلمين وأن يطهرها منهم المشروع الثاني أن يقضي على الروافط أي على الشيعة الروافط في الشام في حلب وحمص وحماء وفي مصر حتى يمكن لأهل السنة والجماعة المشروع الثالث ألا وهو القضاء على أعداء الأمة من كافة نواحيها لذلك بنى المساجدة بنى المستشفيات بنى المعاهد العلمية والدينية وكان يحس الأئمة والدعاء على تمخيض على إخراج جيل قوي يرفع راية أهل السنة والجماعة في الأقطار والأمصر لذلك خذوا مثلا لما استجار به شاور لما هجم الفرنجة على بلاد الشام أرسل أسد الدين شيروكو أرسله أسد الدين شيروكو أعم صلاح الدين أرسله بجيش لجب حتى يقضي على الفرنجة هنا وبالفعل استطاع أن يقضي على شأفتهم إلا أن شاور كان خبيثا لئيمة اتفق مع الفرنجة حتى يمكن للروافض في مصر وحتى يقضي على نور الدين فما كان من نور الدين إلا أن أرسل إليه بإذن الله الجيش طالة أخرى فذبح شاور أي قتل شاور وسيطر على أرض مصر وقضى على العبيديين وجاء صلاح الدين وكان الآذان في مصرنا الحبيبة بحي على خير العمل وكانت بلدتنا هذه الطيبة كانت بلدة شيعية رافضية وكان الحكم فيها والقضاء فيها لقضاة الشيعة الروافض فمكن الله جل وعلا لنور الدين الشهيد ومكن لصلاح الدين وقضوا على العبيديين إجماعا وقضوا على الروافض ورفعوا راية أهل السنة والجماعة فالحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي طهر بلدنا من المجرمين الإرهابيين هذه أقول أيضاً إن الرجل كان عملاقاً رب صلاح الدين هو الذي رباه وهو الذي علمه وهو الذي علمه الفروسية وهو الذي علمه القتال وهو الذي أدبه لماذا؟ لأنه قال لأستردن بيت المغنس نور الدين شهيد آله استرد بيت المغنس هاقض بيت المغنس من الصليبيين سأسترد بيت المغنس إلا أن مرضاً أتاه فحال دون الأمر فكان يتكلم ويتمتم بأنه يريد أن يسترد بيت المغنس وقد أعد العدة لذلك فوافته المنية بإذن الله انظروا فأتى تلميذ فحمل الراية صلاح الدين الأيوبي حمل الراية بعد إذ أسس للمنهج السني في مصر اتجه إلى حمص وحماه وحلب في دماشق في سوريا انظروا فقام الحشاشون الشيعة بمحاولة لاغتياله إلا أنها فشلت وجرحوه وبمحاولة ثانية ففشلت وبمحاولة ثالثة إلا أنه استطاع أن يتمكن منهم ولولا أن خاله تدخل لأباد شأفتهم وأسس وأصل المنهج السني في بلاد الشام وبذلك تحررت مصر من الروافط وتحرر الشام من الروافط بفضل الله الجل وعلا انظروا صلاح الدين أول ما ملك سمعوا اربطوا ديب دي هتجدوا حلقة حلقة جميلة هذا مربوط بده أهو ما في انفصال بين الاثنين أول ما ملك رحلوا رسالة من مين أثير سوري من دمشق أثير سوري من دمشق في سجون الصليبيين لأنه كان يدافع عن بيت المقدس فأسألوه انظروا كتب له رقعة كده صلاح الدين جالس أدخلوا عليه الرقعة بيقرأ اسمعوا آبائي أمهاتي إخواني أخواتي أبناء بناتي هذا بيت المقدس مليار ونصف ما استطاعوا حتى أن يتفوهوا هذا بقلة اسمعوا ماذا جرى أرسل له رقعة رقعة وما كان عنده جبابات ولا طائرات ولا قاذفات لكن عقيدة أرسل له رقعة ما اكتب فيها إيه لصلاح الدين يا أيها الملك الذي مرة ثانية يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس لمعالم الصلبان نكس يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس الله الله مرة ثانية يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس ارتعت وقام وقال والله لا أبتسم أبدا حتى أسترد بيت المقدس وأخذ يحث الكل على الجهاد في سبيل الله ويحض على الجهاد في سبيل الله حتى أنه ما جلس في مجلس إلا وتكلم فيه عن الجهاد وأمر الدعاة والوعاذ والعلماء بأن يتحدث عن الجهاد في سبيل الله وإذا وجد مجلس يخلو من الجهاد في سبيل الله تركه صدق الله فصدقه الله انظره ثم ناد ناجف الناس بحي على الجهاد انفروا خفافا وثقالا يا خيل الله اركبي تجهى إليه الناس من كل فج وصه سلام عليكم أهلا وسهلا حياكم الله أسأل الله وبركة فيك أنا أحبك في الله إن شاء الله أحبك الذي يحتني من أجله في الحال كويسو بخير حال يا شيخ الزغبي بنسلك سوال ملعم على الشياء تفضل هل نظر الدعاة النساء في الحطات غضائية هل حلال أو حرام لا والله لا يجوز لا يجوز اي نعم أسهلك أنك تدعيني في قيام الليل برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يرزقك رؤية الرسول وأن يرزقك المتابعة للرسول وأن يجعلك في الآخرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أبشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا كل عام وحضرتك بخير أنتم خير وطيبين لو سمحت يا فضلت الشيخ أنا كنت عايزة بس أطلب من حضرتك طلب حضرتك والله هتطمئن بي قلبي النهاردة على رأس أنا من ساعة ما لبسته بالرغم من اقتناعي الشديد بي قبل ما لبسه وربنا منع لي بعده بنعم كثيرة كان أولها لعمرة اللي دعيت بيها وأنا بلبسه لكن حضرتك يعني عارف نفس الإنسان ضعيفة والكلام اللي الناس بتقوله بيصيب حاجة في قلبي لسه وأنا مش عارفة ده من الشيطان ولا من نفسي أنا فيها نفاق فأنا نفسي حضرتك أولا تدعو لي بالثبات عليه ثانيا حضرتك تقول لي أعمل إيه إلا أقوله النفسي عشان أثبت بإذن الله والحاجة التالتة بعد إصدى حضرتك برده تقولي حاجة أرد بيها على أي حد يقولي كلمة اتضايقني على اللقاء حاضر يا أختي والله حاضر يا أختي حاضر وأجيبوك بإذن الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم أهلا وسهلا شكرا يا شيخ والله أسأل الله يبرك فيكم ربنا بارك لك يا شيخ حافظك يا ربي جزاك الله كل خير يا أختي يا شيخ أنا بأطلب منك طلب يا شيخ أنا معلمة في ساعتي أطلب منك أن حدك تدعي لها والإخوة المشاهدين كلهم أن ربنا عز وجل يردها إلينا جميلة ربنا يبارك لها يا رب والله نحسبها على خير أسأل الله أسأل الله أن يردها بإذن الله ردتنا ردا جميلا في العقيدة قلنا عقيدتنا خالص ما فيش خالص سبحانه ربنا قرر أقرمنا بها والله أسأل الله أن يبارك فيها وأن يحفظها وأن ينفع بها آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا إزاي حضرتك يا شيخ محمد إياك الله وإحفظك ربنا لو سمعت يا شيخ أنا كنت حلمت حلم فممكن أقول له حضرتك فضل فضل أنا حلمت بصلاة الفجر اللي أنا كنت نام على الكنبة فكلبي كبير إيه صويت دخل عليها الأوضة فناديت على والدي بسرخ بقول له الحالي وبتاع فوالدي جي مسك الكلب من رقابته الكلب صلت من والدي فأنا رحت شالي الكرسي برجلي ودبيت الكلب باعدته باعد عني فوقعت من على الكنبة بنزل تاعت التراويزة اللي جنبي نعم فالكلب رح جي علي وبيفتح بقه جامد قوي كده عايز يعضيني في وشي فأنا رحت الحيط نفسه وروحتي ماسكه من لسانه عضيت لسانه لما غازم عليش وروحتي ايه قطعت لسانه وروحتي تافي في الحيطة اللسان بتاعته دي نعم وعادي المشهد يتكرر ثلاث مرات بعد كده بعد كده أمتي مفزوع لت صلاة الفجر شغل حاضر في ناية الحلقة بإذن الله جزاك الله خيرا أنا ليا بإذن الله يعني نوقف لتصلاة بقى قليلة بإذن الله حتى يعني أستطيع بإذن الله أتواصل أقول صلاح الدين حث على الجهاد حض على الجهاد ثم نادى يا خيل الله ركبي انفروا خفافا وثيقالا انظروا اجتمع إليك الناس جاءه الفلاحون جاءه المزارعون جاءه صناع لا أقول إنه جمع جيشا مدربة كما جمع الصليبيون جيشا مدربة فإن جيش الفرنجة جيش الصليبيين جاء من ألمانيا ومن فرنسا ومن بريطانيا ومن كل مكان من كل مكان حتى من البشناق حتى من الصرب من كل مكان أما صلاح الدين اجتمع عنده العدد يا جماعة 12 ألف العدد اللي اجتمع عنده 12 ألف معظمهم ناس من الفلاحين وناس بإصطاد أسماك انظروا إلا أنه حظهم وحثهم على الجهاد في سبيل الله جل وعلا ثم قال إلحقوني قبل أن يأخذوا المكان الاستراتيجي فأخذهم إلى طبارية بإذن الله جل وعلا فسيطر على البحيرة ومنعه من الوصول إليه والتقت مقدمته بمقدمتهم عند صلاة الفجر فأفحمتهم والحمد الله رب العالمين وسيطر على المكان ثم اتجه إلى قرية تسمى بحطين ثم صعد إلى الجانب الأعلى من الجبل وسيطر عليه فجاء الفرنجة جاء الصليبيون فلم يجنوا مكانا للقرب من الماء على الإطلاق بل وقفوا في مكان مكشوف لمرمى الموحدين بإذن الله رب العالمين ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وكان عدده عدده الجند من الصليبيين فاق 63 ألف 12 ألف أبل 63 ألف دول جين بقى من أوروبا جين بأسلحة ما بعدها ودول بسطاء معظمهم من الفلاحين حتى تعلموا أن العقيدة فوق كل اعتبار ماذا جرى؟ انظروا صلاح الجين لما سيطر على المكان وأما هؤلاء كانوا في يوم الجمعة أمر جنوده أن يلتحموا بهؤلاء فالتحموا بهم فكانت الكرة للموحدين فحمد الله على ذلك ثم قدم أولاده في مقدمة الصفوف حتى يحتسبهم عند الله جل وعلا وحتى لا يقال إنه بخل بأولاده قدم الملوك أولاده في مقدمة الصفوف وفي صبيحة السبت اشتدت حرارة الشمس لصالح الموحدين على هؤلاء إنهم ما طالوا الماء فصاروا يعانون حر الشمسي وحر المكان وحر العطش وكان الحشيش الذي تحت أقدام سنابك خيولهم قد صار هشيمة فأمر صلاح الدين بأن يرمى بالنفط بالبترول فرموه فأحرقوه فصاروا حتى في الدخان حتى كانت أرواحهم أن تزهق وأن تخلج من بين جنباتهم الله أكبر ناصر عظيم ثم أمر صلاح الدين بالالتحام بهؤلاء بإذن الله فالتحموا بهم بإذن الله ما بين مبارس وما بين طاع وما بين رام أنظروا دارت المعركة دارت المعركة ماذا كانت النتيجة قتل المسلمون الموحدون من هؤلاء ثلاثين ألفا لويت ابن كثير خمسة وثلاثين ألفا إلواء صحيحة ثلاثين ألفا كما هي في مغطوط ابن كثير قتلوا ثلاثين ألف وأسروا ثلاثين ألفا أجل ستين ألف باقي ثلاثة بس لفر انظروا قتلوا ثلاثين ألفا وأسروا ثلاثين ألفا حتى سميت الموقعة بمجزرة حطين واسمها في التاريخ مجزرة حطين انظروا يا جماعة الأمر ما وقفش عند كده ما وقفش عند كده وفي أثناء الحرب كانوا يرفعون صليب الصلابوت صليب الصلابوت اللي هو الصليب الأعظم اللي بيدعوا أن في جزء صلب عليه المسيح وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم أهو قتلوا جايبينوا معاه ووضعوا فيه من الذهب ووضعوا فيه من الفض ووضعوا فيه ضخم وحوله كتيبتان عظيمتان من القوات المدربة حينئذ فرح المسلمون كبر المسلمون هلل المسلمون انتصارنا قال صلاح الله إلا أن يسقط هذا الصليب حينئذ هرول الموحدون بقيادة أولاد صلاح الدين إلى حملة الصليب وإلى الكتائب حتى أسقطوا صليب الصلابوت ثم نكسوه في الأرض ثم نكسوه في الأرض هذا تاريخ هذا تاريخ اهو انظروا ثم بعد ذلك بقيت الكتيبتان وبقيت خيمة لملكهم جيثري جلس بها وكان متعجرفا حاقدا على الإسلام حاقدا على المسلمين يمقط الإسلام وأهله انظروا عجيب الكلام اللي جاي عجيب قال صلاح هذه الخيمة والكتيبتان أما الكتيبتان فقد أتى ياء لذبح الموحدين من الرجال والنساء والأطفال حينئذ انقض الموحدون على الكتيبتين فأمر صلاح بقتل الكتيبتين جميعا ليه جايين يذبحوا أطفال الأطفال ذنبهم إيه يذبحوا النساء يذبحوا الرجال يحرقوا المساجد لا هذا فيتنا يذبح قضوا على هؤلاء جميعا ثم دخلوا قيمة الملك فجروه كالكلب هكذا الرواية فجروه كالكلب عدو الإسلام انظروا وجلس صلاح بعزة الإسلام في خيمته المتواضعة وما كان يملك دينارة جلس صلاح ثم قال ايتوني بملوكهم فأتوا بجفري وبأخيه الملك وأتوا بأرناط الذي ذبح المسلمين وذبح الحجيج وكان قد مر عليه قافلة من المصريين ولهم سلح وأمان إلا أنه أخذهم قالوا لنا السلح لنا الأمان قال لا بل قلوا لمحمد هذا أي للنبي صلى الله عليه وسلم إن كان يصلح شيئا أو يصلح فليأتي لكم الآن من لمحمد هذا من اللي يحمي محمد بتاعكم هذا صلى الله عليه وسلم انظروا انظروا ثم ذبح المصريين ساعتها نذر صلاح الدين أنه إن تمكن من أرناط أن يذبحه بيده جزاء له على فعلته وانتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم جلس في القيمة جلس دخل جفري دخل أخوه دخل أرناط دخل الكل من كرم صلاح شرب ماء مثلجا ثم أعطى جفري فأعطى جفري أرناط فغضب صلاح وقال من أمرك بهذا أنا لم أعطيه الماء من أمرك بهذا فسكت وخاف فوقف صلاح وقال لأرناط قم أرناط اللي بيستهزئ بالنبي أهو شوفوا شوفوا الانتصار للنبي أهو الآن ممكن أن يتهم النبي وأن يتكلم في النبي وأن يسب النبي وأن يرسم النبي بأقبح الأمور بين المليار والنصف ولا شيء أنظروا صلاح قال قم فقام قال أدعوك للإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قال لا قال إذن وفي نذري والله لأذبحنك أنت قلت من لمحمد أنا الذي أنتصر لمحمد صلى الله عليه وسلم أنا الذي أنتصر لرسول الله ثم حمل المحجاه وفي رواية المجناة وفي رواية السيف فضربه على عاطقه فقطعه ثم قام الباقون فتمموا عليه فسقط فحمله صلاح ورماه على باب الخيمة وقال لا كرامح وقال لا كرامح أنت الذي تسب محمد صلى الله عليه وسلم وقتلت الرجال والنساء والأطفال من الموحدين لا كرامح بعد إذبح انظروا وانتصر البطل وتحققت العزة ودخل بيت المقدس منتصرا بإذن الله بعد إذ نكس صليب الصلبوت وارتفع الآذان الله أكبر الله أكبر عزة ما بعدها عزة ونصرة ما بعدها نصرة وبطولة ما بعدها بطولة هذا إن دل فإنما يدل على أن أبطال الأمة منحنوا لعبد ولا خضعوا لعبد ولا خنعوا إليه بل إن صلاحا بعد المعركة ابتله الله جل وعلا بمرض عجيب حيث ضربت الجمامل في جنبيه وفي فخذيه وفي رجليه وفي مجلسه حتى أنه ما كان يستطيع أن يجلس شاءها لكن علم الفرنجة بذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا أهلا وسهلا بالشيخ الحبيب أهلا بالحبيب أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيك يا شيخ محمد أسأل الله وأن ينفع بك حيثما وجدت وأنت رجل مؤصل أسأل الله أن ينفع الأمة بعلمك الله يكرمك ويبارك فيك وإني أشهد الله سبحانه وتعالى أني أحبك في الله وأنا أقسم بالله أحبك في الله حبا جم أكثر من أولادك جزاك الله الخير أنا لا أريد أن أقطع يعني هذه الحلقة الجميلة وهذا الكلام الذي يرفع الهمم وأنت تشجعنا على قول ربنا سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقوله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتك وإني أود أن أقول لبعض إخواننا المشاهدين الذين أذاعوا على فضلة الشيخ محمد الزغبي أنه يقول بأن صلاة التهجد لا تجوز وبأنها باطلة بأنه لا يقول بذلك على الإطلاق فقد حدثت الشيخ حفظه الله وذكرت له هل تفرق بين صلاة التراويح وبين التهجد فقال الشيخ حفظه الله لا بل هذا كله يدخل في قيام الليل وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قيام الليل يجوز في جماعة ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثلاث ليال في جماعة ولم يكمل بقية الشهر عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض وقد فعل ذلك صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم فالشيخ يرى حفظه الله بأن الصلاة جائزة بأن من صلى التراويح وأراد أن يصلي بعد التراويح ولو في جماعة فذلك جائز إنما ينكر فقط أن نسمي الأولى بتسمية والأخرى بتسمية أخرى فخشي بالتسمية الأخرى أن ندخل في باب ابتداع حتى لا نقع في مخالفة لهدي نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يخفاك يا شيخنا بأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قد سئل عن هذه المسألة صراحة هل يجوز أن نصلي بعد التراويح أم لا فجوز الإمام أحمد ذلك وقال لا بأس بل روى عن أنس بن مالك أن أنس بن مالك كان يرى بعض الناس يذهبون إلى المسجد يصلون في جماعة بعد التراويح فقال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ما يفعلون ذلك إلا لخير يرجونه أو لشر يحضرونه لا بأس من ذلك وقد جوز جماهير العلماء هذا وإني أريد من الإخوة الذين يشيعون على كل شيخ مسألة لم يقلها كفانا مثل هذه المسائل وعلينا أن نتثبت أولا وأنا أعلم يقينا أن المسألة فيها نزاع هل يجوز الزيادة على 11 راكعة أم لا أما الشيخ فإنه يرى الجواز كجماهير العلماء والتثبت التثبت وجزاك الله يا سبيلة الشيخ خير الجزاء ونفع الله بك ومعذرة على هذه الإطالة وسلام الله عليك ورحمته وبركاته نتمنى أن نستفيد أكثر وأكثر فأنت من أهل العلم المواصلين زاك الله خيرا أنا قلت بالحرف زي ما ذكر أخي وحبيب الشيخ علاء التئات جماعة أما قول الجمهور فإن صلاة الليل لا حد لها ولا عد وأثبتت أن أحمد بن حنبل كان يصلي 300 ركعة أي في طوال الليل واليوم بالنسبة للنوافل ولما كانت محنة خلق القرآن خفف ذلك فكان يصلي 150 وأتيت بأمثلة أخرى كثيرة بإذن الله رب العالمين لكني قلت ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه مرتين على صلاتين بمسميين في ليلة واحدة نعم اجتمعوا خلفه في التراويح وصلي ما شئت من بعد صلاة العشاء إلى الفجر ما يمنعك أحد صليت التراويح وحتى ولو أوطرت صلي مثلها 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 ما أوطرت صلي إلى أن توتر ولو عند صلاة الفجر ما منعت ذلك ولكني حذرت فقط من المسميين ومن الاجتماع مرتين على إمام وأنا لو سألت طفلا صغيرا في الشارع وقلت له يا هذا هل ثبت أن النبي صلى التراويح وصلى خلف النبي الصحابة بالإجماع التراويح سيقول نعم ثبت في ليلة 23 25 27 ثم تركها خشية أن تفرض عليهم كما في الحديث الصحيح أي هل ثبت أن النبي بعد الانتهاء من التراويح قام فجمعهم مرة أخرى بعد منتصف الليل وقال هذه صلاة ثانية بمسمى ثاني تبدأ من كذا إلى كذا واسمها كذا هذا ما لم يثبت على الإطلاق وهذا الذي تحدثت عنه أما ما قيل من كذا أو كذا فإني أحتسبه عند الله جل وعلا فإني أهاجم البجعة حتى ولو صدرت والخطأ حتى ولو صدر من أقرب الناس إليه وقلت إن ما يحدث الآن لا أتهمه ولا أقول فيه اللهم إلا أننا نسمي مسميين في وقتين بجمعتين ونقول كذا لكن صلوا الليلة إلى الفجر أنا لا أمنع ذلك ولا غير ولا أجره ولا غير يجره على الإطلاق أو صلاة الليل حتى بعد انتهاء الترويح صلي ما شئت صلي ما شئت لكن المشكلة كنت بقول اجتماع صلاتين بمسميين في ليلة واحدة خلف إمام واحد هذا الذي كنت عليه طبعا مش أتوفي هذه وما أتمنى الاتصال أو الإسهاب فيها حتى لا تدخل بعض النفوس المريضة فأحيانا بعض غير المسلمين بيدخل لنا بشبه عن أنه مسلم ويتصل عليه وبعض الروافط يتصل علينا بأنه كذا عشان يعمل فتنة وبعض الطرقيين خاصة معي أنا بالذات وسبحان رب البريات اللهم اللهم إني أقول أنت حسبي أنت حسبي فدافع عني وجزى الله الشيخ علاء رجل مؤصل عالم جزاه الله خير المهم أدخل بقى في الإجابة عشان أنهل أنهل الحلقة مش أتسع أكثر قضية النقاب كما قالت الأخت يا أختاه أنت وثقت في النقاب فتمسكي بهذا النقاب وإياك إياك من الضعف إياك إياك من الوهب حتى ولو اجتمعت الأمة عليك والحمد لله لا تجتمع الأمة على ضلال أقول لك يا أختاه إياك أن تهني بقول امرأة لا علم لها ولا خلق عندها أو بقول رجال يحاربون الدين لأغراض الله أعلم بها ولذلك أقول وذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الحديث صحيح يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر كالقابض على الجمر فأنت هكذا إما أن تثبتي وإما أن تتزلزلي فإن كنت من الموفقات بإذن رب البريات ثبتي كما يثبت الجبل الأشم بإذن الله جل وعلى أما الزلزل فهي من ضعاف الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالرحيم الرحمن أيضاً وذكركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في العديث الصحيح بدأ الإسلام غريبة وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء حتى ولو صار الإنسان غريباً في أهله غريباً في ندمائه غريباً في أقرانه غريباً بين أصحابه غريباً بين أهله غريباً بين جيرانه غريباً حتى في عمله المهم أن يعضى على الكتاب وصحيح السنة بالنواجف وحينما تحدث البعض في النقاب وحاربوا النقاب أقول والله ما رأينا حملة على الإطلاق على المتبرجات ولا على الكاسيات العاريات ولا رأينا حملة على النساء العاريات والعياذ برب البريات إن الفضائيات تأتي بالعراء الذين يرقصون عرايا كما ولدتهم أمهاتهم وما قامت حملة من الذين يدعون أنهم من العلماء أو من رجال الدين أو حتى من نساء العلم الشرعي ما قامت حملة من هؤلاء على هؤلاء ولا قامت حملة على الإطلاق على راقصة ترقص آناء الليل وأطراف النهار حتى في نهار رمضان ما قام ذلك على الإطلاق حتى بالنسبة للذين يطعطون المخدرات ما قامت الحملة على هؤلاء أما على النقاب يعني لو مشت المرأة عارية الآن لا رأيت الأقلام تكتب إنها حرية إنها ديمقراطية إنه حقها إلى آخر هذه الأمور أما النقاب فلا لماذا كراهية في دين الله حسدا على أولياء الله جل وعلا حسدا على أهل السنة والجماعة لكن لم وفق من وفقه الله على الثبات لا يتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات وثبت وقلت من استطاع أن يطعن في النقاب رجلا كان أو امرأة من الكبار فهاء نذا فليجلس معي لحظة لحظة بعلم شرعي وأنا أقولها بملئ في لن أجامل أحدا صحيح أن قول الجمهور كذا وقول الحنب لو غيرهم من أهل السنة عن النقاب وأنا أقول بوجوبه ومن استطاع أن يناظر في غير ذلك من أي طائفة كان فأنا أعلنها صريحة ولذلك اتقوا الله اتقوا الله في النقاب اتقوا الله في النقاب اتقوا الله في النقاب ودعوا النفاق ولا حول ولا قوتها إلا بالله العلي العظيم وأنا لي بإذن الله أن أجسد ما ذكرت بإذن الله جل وعلا في قصيدتي بإذن الله والتي جعلتها ترجمانا لفعل نور الدين ولفعل صلاح بإذن الله رب العالمين أكرر طائرة أخرى إني أتيت بهذه حتى أعلي همة إخواني وهمة أبنائي وهمة الموحدين الجميع إني أردت أن أعلي همم النساء من أجل ذلك ألفت كتابا هو موجود في كل مكان علو الهمة عند نساء الأمة وعلو الهمة عند رجال الأمة أي ممرأة ولو كانت عاصية بإذن الله قرأت الكتاب إلا وصارت من الصالحات وهذا ما أتمنى ليس لأجل الكتاب آل مهم أجسد ما أقول والله المستعام تمنيت صلاحا وتمنيت مثله لأنني ما رأيت وما تمخضت الأرض مثله لذلك أقول تأخرت يا أغلى الرجال تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر تأخرت فالساعات تأكل بعضها وأيامنا في بعضها تتعثر تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر حصانك في سيناء يشرب جمعه ويا لعذاب الخيل إذا تتذكر نساء فلسطين تكحلت بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصار وليمون يافى يابس في حقوله وهل ثمر في قبضة الظلم يزهر رفيق صلاح الدين رفيق صلاح الدين هل لك عودة رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الكفر تنهى وتأمره أتسأل عن أعمارنا أنت عمرنا أنت لنا الآمال أنت المحرر تشر ذمنا وصر نشتات قبائل تعيش على الحقد الدفين وتزأر رفيق صلاح الدين هل لك عودة فإن جيوش الكفر تنهى وتأمره يحاصرنا كالموت بليون كافره ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافره رفاقك في الأغوار رفاقك في الأغوار شدوا سروجهم وفي حطين صلوا وكبروا تناديك من شوق مآذن مكة وتبكيك بدر يا حبيبي وخيبر أنا شجر الأحزان أنا شجر الأحزان أنزف دائما وفي الثلج والأنوار أعطي وأثمر وأصرخ 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 يا أرض المسلمين حبلي لعل صلاحا ثانيا سوف يولدوا هذا والله المستعان وأمل عظيم أسأله جل وعلا أن يبارك في هذه الأمة خاصة أن يبارك في أهل السنة أسأله جل وعلا أن يحفظ الإسلام وأهله أسأله جل وعلا أن يعيد لنا الأقصى الحزيين أسأله جل وعلا أن ينصرنا على أعداء الدين أسأله جل وعلا أن يبارك في الموحدين وأن ينصر المجاهدين في كل مكان أسأله جل وعلا أن يجمع كلمتنا وأن يوحد صفنا وأن يجعلنا على قلب واحد أسأله جل وعلا أن يبارك في كل داعية وفي كل واعظ وفي كل عالم وفي كل والد وفي كل والدة وفي كل أخي وفي كل أخت وفي كل ابن وفي كل ابنة أسأله أن يهدي عصاة الأمة وأن يجعلهم من الصالحين الربانيين إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذا العمل في رجال الرحمة أسأل الله أن يرحمهم برحمته وأن يجعلهم في الفردوس الأعلى على هذا العمل واجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته